تخشى خلود من خطر المخدرات على مستقبل طلابها في المدرسة التي تديرها بالعاصمة بغداد وسط تفاقم تعاطي هذه الآفة بين الشباب العراقي معربة عن اتفاقها مع مقترح لجنة مكافحة المخدرات في مستشارية الأمن الوطني بإدراج مادة تربوية تهدف لمكافحة المخدرات في المناهج الدراسية دعية في الوقت نفسه إلى تنويع تلك المناهج وفق الفئات العمرية والمراحل الدراسية مع الحرص على عدم حصد نتائج عكسية تتمثل برغبة تجربة الممنوع كل فئة العمرية لها منهاج محدد لها كلام ضمن فئة العمرية يعني تدرج كل شيء نحن تدرج يعني هي تبدي دائما من عمر المراهقة حماية أبنائنا من عمر المراهقة نحميهم نتكلم عن هذا الموضوع بس نتطرق إلى محدودية تربويون أكدوا أهمية إدراج مادة تربوية في المناهج الدراسية تعمل على توعية الطلبة بمخاطر المخدرات مطالبين باعتماد أساليب علمية حديثة وعرض نماذج تطبيقية لأضرارها وتأثيرها على المتورطين بتعاطيها التوعية تبدأ طبعا من النشأ الأول وتحذير الأطفال من مخاطرها من سلبياتها ومن ثم إلى الأكبر عمرين والحذر لأنها هي آفة مجتمعية يعني أكيد العراق يعني واحد من الدول يعاني منها وكل العالم يعاني من هذه الآفة ليس فقط مثل ما قلنا المناهج ولكن يجب أن توعية الطلاب مشاهدة الواقع الناس اللي اتعاطوا وتأثرت مجتمعاتهم وعوائلهم وضع مستقبلهم نتمنى من القائمين على هذه المبادرة أن تكون جدية وحقيقية ومدروسة ومحكمة ويبدأون بالمدارس ليس فقط في المناطق المهمشة أو التي تحت خط الفقر لا بالعكس المناطق المرفهة وزارة التربية من جانبها اعتذرت عن الإدلاء بتصريح يتعلق بمقترح إدراج مادة تربوية لمكافحة المخدرات في المناهج التربوية كونها ما تزال مقترحا لم يدخل حيز التطبيق بعد مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لإدراج تلك المادة في حال تم الاتفاق عليها بعد دراسة علمية فكرة إدراج مادة توعية بمخاطر المخدرات في المناهج الدراسية لا قد ترحيبا واسعا من قبل التربويين مبدين خشتهم من تفاقم خطرها على الطلاب مستقبلا لا سيما بعد أن كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن ضبط عمليات لتعاطيها في بعض المدارس والجامعات العراقية أسعد الزلزل الحرة بغداد